الصحفية امال عويدة الصحفية في جريدة الاحرام هي ضيفة النهاردة فقرة الصحافة صباح الخير يا فن. صباح الانوار يا حج اشهد. خمستاشر يناير الفين واثناشر مليئة بالاحداث. كالمعتاد. ولا مش مليئة قوي. لا 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 يعني ده عندك خبر بمية يعني. خبر بمية. خبر بمية. طيب. اه عندنا تمن اخبار استعرضهم مع بعض بداية من الشروق صفحة اولى. البرادعي يعري النظام القديم ويسحب ترشحه من سباق الرئاسة. من الشروق صفحة اولى مصادر تنطوي يعلن الغاء الطوارئ في افتتاح الشعب. الاهرام صفحة اولى اتصالات مكسفة لتشكيل هيئة مكتب مجلس الشعب. الاهرام صفحة اولى مراقبة مستودعات التوزيع ومحطات الوقود بالتنصيق بين الامن والاجهزة المسؤولة. الاهرام صفحة ثلاثة اهالي الضبعة اقاموا الخيام على ارض الموقع ويطالبون بزراعتها. المصري اليوم صفحة ثلاثة المالية تسلم اربعة وعشرين خطابا موجها للبنوك للحصول على تاكسي ابيض جديد بدلا من المسروق. المصري اليوم صفحة ثلاثة الحكومة تبدأ مفاوضتها مع صندوق النقد اليوم. الاهرام صفحة اولى امريكا تحذر اسرائيل من مهاجمة ايران. الشروق صفحة اولى زي ما قلنا في الاول الاستاذ الدكتور البردعي يعري النظام القديم ويسحب ترشحه من سباق الرئاسة. اهو ده الخبر اللي احنا كنا نتكلم عليه حالا. اه. ليه بمية? مية هقولك لا هو حاجة مهمة جدا يعني عارف احنا واخدين الخبر اه عندنا من الشروق بس لو انت خدت عنوان المصري اليوم هم بلة البردعي تنفجر في وجه العسكري. ده اتجاه. اه. الاهرام واخداء في سطر تاني يعني في شكل تاني اه. يعني نقول مش في في رئيسي الصفحة لأ واخداء في النص. البردعي ينسحب من سباق الرئاسة بشكل بارد وآآ محايد. 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 الحقيقة الخبر مهم لاعتبارات لا تتعلق بشخص البردعي. اه. كشخص بغض النظر احتفقنا اختلافنا معاه. بس هو شخص كان مرشح للرئاسة وكان اسمه مطروح من قبل كل الاسماء الموجودة. تمام. اه. بس انا شخصيا هقولك حاجة ومش هقولك رأيي. يعني مش هقولك رأيي انا عايزة البردعي ولا مش عايزها. البردعي ييجي او ما يجيش مصر في النهاية هي الباقية. البردعي لم يكن ليأتي واحنا بنتكلم عن البكيني وبنتكلمش عن المشردين في مصر. البردعي لن يأتي ونحنا نتكلم عن الخمرة ولا نتكلم عن المياه الملوصة في مصر. اذا كان اعضاء مجلس الشعب الموجودين هتكلموا عن الخمرة. البردعي لن يأتي هو ما بيكلموا عن حجاب السيدات وما بيكلموش عن العنف الموجه ضد السيدات او عدم وصول المرأة لمركز محافظ او رئيس وزراء او او او. البردعي لن يأتي في ظل وجود تسعين في المية من شعب مصر اه تقريبا نسبة الامية موجودة عندهم ان لم تكون اكتر من تسعين في المية. البردعي لا يصلح لمصر الان. ودي حقيقة لابد انتفق عليها. انا شخصيا يعني اقدر واحترم البردعي لكنه ليس وقت. كنت اأمل انه اسماء اخرى موجودة في سباق الترشح للرئاسة ان وهي تدين بالولاء للنظام القديم. نعم. ان هي لا ترشح نفسها من الاساس. لكن البردعي كان من الجرأة ومن الشجاعة ان هو يقول انا مش نازل. لانه الاوضاع بهذا الشكل. ادعوكم لقراءة البيانة اللي قاله البردعي. وان كان البعض لان يقرأه وبيقول ان النظام لم يسقط. مصر لم تتغير. النظام الموجود ويحكمه ويحكمه. حاكم هو حاكم عسكري. نعم. لنتكلم عن الجيش بن قوسين. اه اثبت خلال سنة. اسمحولي اقول الكلمة. اثبت فشله في ادارة مصر سياسية. هذا ما يقوله البردعي. البردعي مسؤول عن ما يقول. احترم البردعي لتراجعه عن قراره. لانه وجوده في المعارضة بين الشباب اللي وقفوا معاه اه من اول يناير اللي فات. هيكون اهم كتير من وجوده في سباق رئاسة. نعلم انه في بينها اسماء. طيب. انه كررها. طيب. كانت هي اعمدة اساسا في النظام القديم. طيب استاذ امال. هل متوقع انه حد تاني اه برضو ينسحب? اتمنى انه في ناس تنسح. لا. مش اتمنى. مش عايز الرد الدبلوماسي الغريب ده. اه. اتوقع. انا 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 بقول ايه? انه هو شاف ان الوضع هنفترض. اه. انه هو الوضع. مش وقته. ده تاني انسحاب بعد البستويسي في نوفمبر اللي فات. لا انا. البستويسي. المستشار البستويسي كان انسحب نتيجة التعامل بعنف مع الشباب في نوفمبر الماضي. فده تاني انسحاب من اه ترشح لسباق الرئاسي. هل في حد تاني بعد البرادة حينسحب? تفتكري? اه. حساباتهم ايه? ما عرفش. اه. لكن ممكن البعض ينسحب لانه زي ما قال انا اللي كمان اللي لفت نظري قوي سيبك بقى من البرادة دلوقتي ردود الفعل. ايه. ردود الفعل مثلا اخوان حد من الاخوان طبعا مش هقول اخوان. ايه. حد من الاخوان من الحزب الحرية والعدالة الخارج بيقول احنا مش هنروح نقول نهتف بالدم اه يعني نروح بالدم ارجع انزل الانتخابات. اه. وهل انتم هتفتوا قبل كده للبرادة ينزل او ما ينزلش. اه. ده تعليق يديك فكرة. اه. عن الدماغ السياسية لبعض الاحزاب. اه. التانيين السرافيني يقولك ايه? فعل خيرا. اه. مش عارفة. هل ده منطق في التعامل مع شريك اساسي اختلفت معه او اتفاقت? اه. يعني انا انت يعني شكرت فيه او انا داخلي. اه. بس اختلفت معايا. ينفع تشتمني? ما ينفعش. ما ينفعش تقول كويس انها ما جاتش. ما ينفعش تقول انه اه بركة انها جات منها. هم. هزيه اساليب تصلح للحوار بيننا على بعض مع بعض على المصطبة. على الناصية. لكن اللي تصلح للمجال السياسي. عندي سؤال تاني سريعا. فضل. اه. ليه هو اخد القرار ده دلوقتي حالا? اه. بناء على اللي هو قاله. اه. انه النزام لم يسقط. اه. الحاكم الحالي يكرر نفس الاخطاء القديمة وهتعامل بدكتاتورية وعنف. طب ليه مش بعد خمسة وعشرين يناير مسلا اللي جاي? هو ذكر دوت بالفعل. هو بيقول طلب منه. اه. يعني ده برضو يعني العهد على كلام البردعي. طلب منه انه هياجل ده لخمسة وعشرين يناير. تمام. طب وياجل ليه? ازا كان الرجل اه استشار الناس اللي حواليه. اه. وشاف انه من الافضل ان هو يقولها دلوقتي. البعض هيخرج ويقول لنا بقى اه. اه. بلونة اختبار اه. مش عارفة اه. شو البي انتسحب. وكان لابد ان يعلن دوت قبل خمسة وعشرين يناير. زي ما هو اعلن قبل خمسة وعشرين يناير. اللي فات انه هو مع الثورة ومع الشارع. مم. وآآآ رشوب مياه. تمام. يوم ايام. يوم تمانية وعشرين يناير لما نزل يصلي في مسجد الاستقامة في الجيزة. تمام. وعملوه له حصار هو مجموعة حتى من الاعلامين كمانه. اوك. اوك. كان من الطبيع انه هو قبل خمسة وعشرين يناير يحدد موقفه. خمسة وعشرين يناير دي اللي هو ايه? ستفصل اه? ستفصل ايه? يعني خد مني المصطلح الخبيث من الطيب. هو برادية قرر ان هو ما يكونش خمسة عشرين يناير. زي ما كان ضد النظام في خمسة عشرين يناير الفات. قرر انه يكون ضد النظام خمسة عشرين يناير ده. آآ يعني يعني هنتقل الى الشروك طبعا صفحة اولى وموضوع تنطوي لكن يعني قبل صورة قبل يوم خمسة وعشرين يناير المفوض ان احنا بنحتفل بالصورة. واحد من ضمن الرموز بتوع الصورة بينسحب من الرئاسة. يعني انت عمد تسألني. اه. احنا نحتفل بالصورة. اه. اكتملت يا اشف. لا ما اكتملتش طبعا. اه. عايزة فيه كمان انا مقال قريته اه اسراء عبدالفتاح في المصر اليوم. الصورة بدون قطع كلامة. بدون قطع كلامة. بدون قطع كلامة. هل تم محاكمة الناس اللي قتلوا للصوار? لا. لسه. هل تم استرداد فلوس مصر? هل تم مبارك اتعرض هو او احد من رجاله اه انه حد مسلهم ولا دسلهم على طرف? في الوقت اللي بنشوفهم فيه منزهين مرفاهين فطورة. بنلاقي السور. انا معاك. انا معاك. انا معاك ويعني عارفين الكلام ده بس خلينا نتكلم في المواضيع الخاصة بالصحافة النهاردة. نحتفل بالصورة واحنا بنعاني من مش عارفة ايه. طيب. خلينا الوحد للشلوك سوف حوله مصادر تنطوي يعلن الغاء الطوارئ في افتتاح الشعب. والله ده خبر لطيف يعني من ضمن الاخبار اللطيفة التي سنسمعها قبل 25 يناير لسحب فتيل هياج الشارع. بس في نفس الوقت هو خبر لطيف فعلا لكن الغاء الطوارئ وفي نفس الوقت انت عندك السويس تم اعتقال الفرق ده مرة اخرى او يعني التحفز عليه. لانه افرج عنه في حين انه تم قتل 22 اكتر من من 20 شمب في السويس. السويس يعني خرجة في مظاهرات وفي اهالي الشهداء كانوا قاعدين في المقابر معتصمين. آآ يعني خبر حلو. بس آآ مدى حالوته ايه في الشارع وهو بيستقبل اخبار ليها علاقة بان انتو بتقول لكم كيفية عليكم كده. كيفية عليكم كده ازاي. كيفية عليكم اللي حصل. يعني كويس انه احنا مبارك بيروح المحكمة بطيارة. وكويس انه جمال قاعد في تورة. وكويس انه فرج قاتل الشهداء في السويس اه تحفزنا عليه. يعني. ما هي محكمات يا مان. مش مش محكمات دي ولا انا بنلعب مش محكمات. محكمات. سنة? اه. سنة? انت عندك سنة. اه. منها كم بتلاف تشوى. بص اقول لك حاجة. يعني لو هيحكموا براءة فرج ده. اه. طب بتحكموا عليه دلوقتي ونخلص بقى ونعرف الابيض من الاسود. حتى تماما لانا خيط الابيض من الاسود. لكن نفرج عنه وبعدين نتحفز عليه. طب تبقى الامور واضحة بقى عشان. هقولك حاجة. احيانا. طيب. بيبقى من المهم ان انت تعرف ان انت اتضربت. وتقول انا اتضربت. بدل ما تقولي. لا لا انا بتهيالي ان انا اتضربت. بس هو بالفعل انت بتتضرب. الاهرام سوف اقول اتصالات مكسفة لتشكيل هيئة مكتب مجلس الشعب. الحقيقة هو ده الخبر الاهم بالنسبة للكتلة آآ ذات التواجه الاسلامي في مجلس الشعب. كل اللي يهمهم هو مجلس الشعب. كويس. كل اللي يهمهم. يعني النهاردة الاهرام عاملة او مش الاهرام سنة. لازم هبريك اللي انا استضربت له جدا. بص المصر اليوم النهاردة. مين قاعد مع الجنزوري. اتنين. اتنين من الاخوان المسلمين. تمام. من مع الكتاتني ومورسي قاعدين مع الجنزوري. مم. ومين اللي خارج برا الصورة? البرادعي. مم. قبل خمسة عشرين يناير لم نكن نسمع عن الكتاتني. مم. ومورسي. تمام. وكان البرادعي هو اللي في الصورة. طب اه. في جدي الجريدة شوية يمكن عشان تصر اكتر. يعني بس بنقول انه مين بيخرج من الصورة? ومين بقى داخل الكدر. مم. الكدر دوت يهمه بس مجلس الشعب. مم. لحاجات تتعلق بما سمعناه. مم. عشان ما نؤكدش وقال انا فيه بما سمعناه عن صفقات تتعلق بمكتب مجلس الشعب. مين هيبقى الرئيس? مين هيبقى النائب? مين مين? مين هيجي من النور? مين هيجي من الاخوان? المسألة هي حزبة خرج منها الشهداء اللي خرج اهليهم في السويس آآ آآ بايه? بشعارات بتقول. مم. معلش وعذرني. عايزين يركبوا على صورتنا الا الثورة على جثتنا. ورددوا فتفات ضد الاخوان المسلمين. يسقط كل خيف وجبان لا سلفية ولا اخوان. ليه بقى? مم. لانه بقى مجلس الشعب اهم من شهداء السويس. مفيش حد ممثل من اعضاء الكتلة ذات التوجه الاسلامي في مجلس الشعب. مم. راح طبطب على الناس في مجلس آآ في في السويس. مم. مع ان السويس دي اعتقد في مجلس الشعب ولها نواب ونجحوا من الحرية والعدالة او من السلفية. اوكي. هذا ما اعتقده في ظل آآ سبعين في المية من الاسوات راح تليهم. طب فين الناس دي في الطبطبة على المحافظة. مم. اللي مفترض آآ بشكل او بآخر كانت مع او ضد. مراقبة آآ مستودعات التوزيع ومحطات الوقود بتنسيق بين الامن والاجهزة المسؤولة. ده خبر من الاهرام صفحة اولى. انا هبتسم بس يا اشرف لانه المصر اليوم عاملة تقرير النهاردة عن احداث ما قبل خمسة وعشرين يناير. مم. فمن ضمن الاحداث بعد خمسة وعشرين يناير مقتل مش عارفة في الصراحة حول امبوبة. يعني من قبل يعني اهو الحل ما تغيرش اهو. الامبوبة بتقول ان الحل ما تغيرش. والامبوبة ما بتجذبش. مم. انه قبل خمسة وعشرين يناير الناس كانت بتموت عشان تاخد امبوبة وتجاز. مم. بعد خمسة وعشرين يناير الناس بتموت برضو عشان تاخد امبوبة وتجاز. وصلت سعرها في السوق لتلاتين وخمسة وثلاتين. في مناطق في انحاء القارة. موش اتكلم عن المحافظات. طيب. صباح رها يعني اه على ساحل اه مطروح. مفترض ان مصر اخترتها منذ الثمانينيات عشان تقيم محطة نوية عشان مصر تدخل بقى عصر. مم. الطاقة النوية ويبقى عندنا طاقة نوية توفر لنا شوية من موضوع عن بوبة البوتاجاز. مم. طبعا بهرج يعني. بس الحكاية انه اهالي الضبعة تراجعوا. ده اللي بيتقولوا الاخبار. انه بعد ما حصل على تعويضات في الثمانينيات او الثمانيات. هم شايفينها ان غير مناسبة. مم. ابتدوا يقولوا دلوقتي لا الارض دي من حقنا. احنا كنا واخدين حق بان احنا نزرحها. الحقيقة ان الكلام ده اه مشكلة كبرى. برضو اتساءل عن دور الدولة في التعامل مع اهالي الضبعة. اهالي الضبعة مفترض ان ليهم كبار. القبائل بيبقى لها رؤوس اه يمكن التحدث معها والتنحور بشأن موضوعات بعينها معاهم. انه المسألة توصل ان يبقى فيه صراع او فيه ما بين اه الجيش والشرطة او الجيش تحديدا لانه هو موجود في المنطقة. وما بين اهالي الضبعة. يؤكد انه فيه سمة قصور او فجوة ما بين الاهالي وما بين السلطة. نعم. طب ما نقرب الفجوة دي ونشوف ايه الموضوع. هل هم عايزين تعويضات تاني? هل الارض? هل الصيد? لانه الارض اصلي واخدة كل للساحل. هل هم متضررين هم بيرحوش يسوده? هم متضررين انه ما بيعرفوش يعملوا رعاية اه رعي اغنام? نشوف الموضوع ايه? الحوار هو الذي يصل بنا الى نقطة الامان. عندنا تلات اخبار سريعا. المصر اليوم صفحة ثلاثة المالية تسلم اربعة وعشرين خطابا مواجهة للبنوك لحصول على تاكسي ابيض جديد بدلا من المصروق. والمصر اليوم صفحة الحكومة تبدأ مفاوضاتها مع صندوق النقد اليوم. والاهرام صفحة اولى امريكا تحذر اسرائيل من مهاجمة ايران. اه والله تلات اخبار ما بين المحلية منتهى المحلية اه اه اخبار تتعلق بالتاكسي الابيض كان حصل احلال وابدال وفي ناس عربياتها تسرقت وفي ناس اه محاولة للتبطب عليهم في ظل الظروف صعبة. ده خبر اعتقد ان هو شكله كويس. صندوق النقد. صندوق النقد. انا بالنسبة لي شكله مش كويس. لانه ده انت صندوق النقد اه جايب اه جايب اه باعث لك بحثة. عشان تتفاوض ان انت تستلف. اه. نستلف محنا يعني ممكن ننزبط الامور. والاهرام بقى. الاهرام. امريكا تحذر اسرائيل من مهاجمة ايران. ده بالزبط اللي هو ايه اه اسمع كلامك اصداعك اشوف امورك استعجب. امريكا ما زال بتستخدم اسرائيل باعتبارها الفزاعة. يعني خيال المقاتة اللي بتخوف بيه ايران. اه. الحدوتة طبعا ليها امريكا بتقول لهم خلي بالكو بتقول لايران خلي بالك انا ممكن استخدم اسرائيل بتاعتي. كويس. كلها يعني فانتازية ولعبة احنا لسه بنتفرج. انا وقتي خلص امال. امم. ولو انا علابت الصفحة اللي فيها الاخبار دي صفحة بيضة. امم. ورحت اقسم الصفحة البيضة ده لقسمين. اه. وقلت هنا الايجابيات بعد صورة خمسة وعشرين يناير والسلبيات بعد صورة خمسة وعشرين يناير. او او بمعنى اصح ايه الانجازات اللي عملناها اللي كان نفسينا فيها كتير قوي. اه. وايه الانجاز اللي حصل بعد صورة خمسة وعشرين يناير. ده هيبقى كتير ولا ده اللي هيبقى كتير? اه السلبيات? لا. انا دول الصورة قامت عشان كزا وكزا وكزا. اه. 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 ايه اللي اتحقق من خلال السنة? اه مبارك مش. الاستاذ امال عويدة الصحفية في جريدة الاهرام شكرا جزيلا لحضرتك يا فانديم. ونهارك دايما سعيد. اه تسعيدني مناكشاتك ومشغباتك? لا انا نهار ده انا هادي جدا. لا 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 كويس. هادي بسمعك. اه مشاهدي نهارك سعيد. اه الفقرة الجاية اه عندنا فقرات كتيرة جدا بس احنا حنطلع عليه تقرير اه كاملة نهارك سعيد قامت بتصويره وحنرجع نكمل يومنا نهاركو دايما سعيد.